موارد البشرية عندي 300 موظف بمؤسستي بشركتي بقطاعي مين الموظف مثلا اللي بقسم الأرشيف اللي صار له خمس سنين عندي عم يمارس نفس المهنة بيجي مثلا تسعة الصبح بيطلع خمسة العصور وعنده موهبة كامنة غير متفجرة أنا كمدير وكو مدير بوالد بشرية بقى لازم أعرفها وخليه يستثمر هاي الموهبة وأنا بستفيد كمنظمة كم شركة هيك عم تعمل عنا بالبلاد تعالوا لنعدهم المهم العثور على الأشخاص الجيدين والموهوبين بعين مؤسسين مانوا بالأمر الصعب مثل ما أنا حكي لكن التأكد من رغبتهم بالاستمرار بالعمل لنفس الشركة هو التحدي اليوم وتفجير موهبتهم وولاءهم لنفس القطاع هو كمان تحدي أصعب ضمن حلقتنا اليوم رح نحكي عن إدارة المواهب البشرية واستثمارها بالعمل مع ضيفنا الأستاذ عامر نحاس وندرب في إدارة العمل صباح الخير سعد صباحك سعد صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا يعني في ناس يمكن رح يقولون وين عايشين هدو؟ الحدا فاضي بالشركة لحدها ولا حدا فاضي بس يعني هذا الصح اللي اليوم رح نحكي فيه واللي منتمنى أنه نحنا نشوفه ويتطبق بكل الشركات أو المؤسسات على اختلاف يعني طبيعتها عم نحكي نحنا عن إدارة المواهب البشرية منسمع بإدارة الموارد البشرية لنا أنه هي جزء مننا جزء اختصاص مننا بس يعطينا بعض تعريف الأوسع على فكرة إدارة المواهب البشرية تمام هلأ إدارة المواهب البشرية هي مثل ما حكينا جزء صار لا يتجزء من أي إدارة موارد بشرية هلأ طبعا حتى كإدارة موارد بشرية نحنا طلعنا باللفل مثل ما بيقولوا صارعنا إدارة موارد بشرية استراتيجية تمام فإدارة المواهب هي ضرورية جدا تكون موجودة عنها مثل ما تفضل أستاذ ورد تفضلتي لاستثمار الأمثل للمورد اللي عندي موجود اللي هو المورد البشري اللي صار يعتبر هو من أهم أصول أي منظمة أعمال اللي هو الموظفين اللي موجودين صحيح فإدارة المواهب هي اكتشاف هذه المواهب تفجيرها استثمارها مع ضمان الولاء للمنظمة لحتى نكمل بالاستمرارية لتحقيق هدف استراتيجي بعيد نحن بدنا نشتغل عليه تمام طب خلينا نحكي بشوي professional الليوم أنا مثل ما ذكرت عندي ميتين موظف أنا كمدير موارد بشرية من ممارساتي إنه اكتشف المواهب وقدر ديرها أولا كيف بدي اكتشف مواهب الموظفين ثانيا كيف بدي ديرها تمام هلأ فعليا نحن الموظفين اللي موجودين عنا في عنا مرحلتين أول مرحلة هي نحن نشتغل عليها مع موظفين بيشتغل بنفس هو الرقابة الرقابة ضرورية تكون موجودة لحتى أحصل على الفيدباك الفيدباك ضروري من العملية الانتاجية اللي عم يشتغلوا فيها موظفين تمام هذا واحد من خلال الرقابة الرقابة بتعطيني تقييم بتعطيني تقويم بعدين لقدر اشتغل بهذا النفس نفق الشغلة التانية الرئيسية يلي هلأ صار بلشنا نشتغل عليها بملظمات الأعمال عنا ولكن شوي مهمشة ما زالت هو موضوع التدريب بموضوع تدريب الكوادر اللي هنم موجودين عنا أنا قادر بالاحتكاك معهم بشكل مباشر قادر أعرف شو عندهم مواهب شو عندهم مهارات أعطيهم خبرات استثمر المقديرات تمعهم لحتى أقدر أعمل استثمار صح فعلى هذا الأساس لابد من التواصل بين إدارة الموارد البشرية والموظفين الموجودين أنا ما بكفيني إنه والله الشغل ماشي والأمور ماشي رح نصل لمرحلة نفوت بالنمطية نفوت بالروتين وهون فعليا أي موظف ممكن ما يكمل صح لأن فعليا ما عد حس إنه عم يعطي شي جديد وكنا بنرغب إنه يعطي شي جديد ويكون إنه بصمة وإثر بالمكان نحن موجودين فيه أكيد يعني موضوع التدريبات اللي ذكرت أستاذ عجلت في كتير شركات اليوم نسمع فيها دائما كل فترة وتانية لازم يدربوا الموظفين يعني على شي جديد أو تطوروا يمكن مهارات الموظفين اللي عندهم طيب لما نحن نكتشف يعني الإدارة مثلا بإحدى الشركات تكتشف إنه في عندي موظف متميز بشي أو موهوب بشي أو هو يعني كفو أكتر من غيره هون كيف بتم يعني شو الدعم اللي لازم يطلع لهذا الموظف كيف نحن منطور منه هل إحنا في عنا قاعدة أساسية بالإدارة هي قاعدة باريتو قاعدة باريتو اللي هي قاعدة 20-80 بتقول وحدة من الحيثية تبعا أنه عندي دائماً 20% من الموظفين هن 80% فعالية بأي عمل ففعلياً أنا دول 20% الموظفين هن اللي أنا اكتشفت مواهبهم بلشوا يشتغلوا فلازم بلش تطورهم شو أي وسيلة قادرة على تطويرهم أنا كمنظمة أعمال لازم اشتغل عليها ولازم أدمها بغض النظر عن أي شيء كان وطبعاً نحن فعلياً مو فقط العشرين بالمئة هدول اللي هنم موجودين ولكن أيضاً الـ80 تمام الـ80 بالمئة هيصير عندي نوع من التنافس لأن الـ80 بالمئة اللي موجودين بس يشوفوا الـ20 بالمئة هنم عم يتطوروا هيتحمسوا فهيحاولوا يؤدموا ويطلعوا مواهبهم بشكل جيد أفضل تماماً تصديقاً لكلامك استاذنا اليوم إيلون ماسك المئة من الموظفين وقال مثل ما اتفضلت حضرتك أنه نحن تويتر قادر يقوم على عدد أقل لسه صحيح لأنه 20-80 لأنه فيه عندي 50 بالمئة من الموظفين هنم اكتف أفضل من 100 بالمئة هنم جايين بس كمالة عدد صحيح مارك زوكربرغ إذا عشر ألف موظف بمتا فيسبوك وإنستغرام وواتساب صرحهم كمان وقال لهم أنا بعتزل لأنه انكماش اقتصادي موجود طبعا فلما توصل لهالمرحلة عزيزي الموظف خلي عندك موهبة تخليك رقم صعب صح إنه أنا مديري ما بيقدر يستغني عني لأنه أنا فعلا أؤدي زائد بلاس يعني كمان مو بس أؤدي صح طيب نروح للموظف اللي عنده مواهب كتيرة بس ما عمي لقي بيئة حاضنة ما عمي لقي بمؤسسته تفجير للمهؤوبة فبقول أنا عندي وبقدر أعمل بشكل بروفيشنال بس مخبّي موهبتي للوقت الصح هاد كيف بدي حقق له الولاء الوظيفي والانتماء الوظيفي لأنه عطيني أفضل ما عنده طبعا هلأ أول شي ده نحكي عن شقنا الشق الشخصي اللي نحنا بنشتغل عليه في كتير أشخاص نحنا بنعتبرون مريضين بمرض اللي هو مرض التواضع السلبي موضوع التواضع السلبي بنترح قدام كتير أشخاص أوقات مشروع شغلة فكرة بتلاقي قاعد على جناب بيقول لك أولى الوقت الصح ويمكن في حدا أكفأ مني تمام هذا الشيء مرفوض لأن فعليا إذا أنت ما بادرت أنا ما رح أقدر اكتشفك يعني باكتشف جزء حسب اللي أنت عم تقدمه تمام بقدر أكتر تمام عطيني أكتر عطيني الطاقة القصوى لحتى أقدر اشتغل عليها هاي النقطة الرئيسية ففعليا هون الـ HR بده يكون لماح بده يكون ذكي بس يحس أنه في شيء موجود عند هذا الموظف هو بده تعايد بإيد أنا وياك بدنا نشتغل على الموضوع نحن عنا ثقة فيك بدنا ياك تشتغل ففعليا متى ما حقق النتيجة بغض النظر إن كان ممكن هو يكون ساهم بنتيجة هذا المشروع بنسبة 20-30-40% ولكن حيعمل له دافع حيعمل له حافز هون صح وكتير تمام ولكن في عنا التكملة التكملة الرئيسية هي موضوع التقدير ففعليا نحن كلمنظمة لازم تقدر هذا الجهد فمنه هو بحس إنه أنا شغلي نشاف وحققت شيء ومنه بيعطيه دافع أكتر ففعليا نشتغل على الشرقين سواء صحيحين كونه ورد ذكر هي النقطة بديك ارجع نحكي فيها لأنه كثير بيعانوا مننا مثل ما قال أنا بمكان عمل بيئة عمل غير حاضن لأي مواهب لأي شيء نحن روبوتات منيجي مننعود هل ثمان ساعات شغل ونحمل حالنا مروح بيوتنا لاحظة شايف مواهبنا وبيكون في ناس أساساً فايتين بيباشن ودنيا وهايك لأنه نطفوا طبع يعني خلال السنة وللسنتين بيلك بدي شغل أنا بدي عيش يعني طبع إمتى بتنصحوا كمدربين إنه انسحب خلاص يعني لهون وبس لأي مكان لموهبتك بتستسم روسك مكان هلأ فعليا بس دقيقة شوية لنجزق نحن بموضوع مبحث القيادة الإدارية تمام القيادة الإدارية في عنا أدوار للقائد الإداري وفي عنا أدوار للموظفين اللي هن موجودين هلأ بكتير أوقات بيكون عنا موظف مبتدئ هو فايت على الشغل الجديد فبتلاقي عنده كم هائل من الحماس كم هائل من الأفكار تمام هلأ ممكن هذا الشي يعمل له أحباط لأن ما راح يسمعون هلأ هو فعليا هذا الكم من الحماس مو أنه ما استثمر أو ما وجد آذان صاغية لا هذا الكم من الحماس وهي الأفكار أنت كجدير على الشغل ما أدران تعرف أنه هذا ممكن ما يطبق هلأ أو غيرك مطبقه تمام ومجاربين التجربة تمام فنحنا بحاجة هاي النقطة فهي النقطة لازم نكون كتير دقيقين فيها الموضوع الثاني بالنسبة لهذا الوضع كالموظف ليقدر يشتغل بالشكل الصح وإمتى لازم يترك نحنا دايما أنا بالتدريب أتحدى بنقطة رئيسية أساسية أنا بقول أنت لما تفيق الصبح ونازل على شغلك والموبايل غفوة 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 أنت فعليا ما لقى مرتاح بشغلك دخلت بالاحتراق الوظيفية ما لقى مرتاح بشغلك فهم بالمغادرة على السريع تمام هذا كتير شي ضروري ولكن طبيعي الواحد يميل يعني قدما كان بحب شغلك يميل هاي المشتر أنه فات من نمطية فات من نمطية فات من نمطية فات من روتين وهون الأزمة لازم يكون متجدد متجدد يفتح علاقات يعني حتى عنا عفونا من نتحدث اذا موظف متل ما تفضلت اجه الساعة داوم لثمان ساعات عندنا موظفين تقاعد في مكتبه يسكر على حال الباب أنا عندي هاي المهمة إنجستة طب اذا ما عنده تواصل ما عنده علاقات طب الناس سنبدي تكتشفك صحيح طيب لازم ضروري يكون فيه كفتي ميزان انه الإدارة من جهة والموظف من جهة يكون فيه تعاون تعاون وتفاعل وتعامل مشترك اتصالات صاعدة وهابطة وغير رسمية ورسمية والأمور كلها منفذ فيها لاحقا شكرا لوجودك معنا الله يسمى يسعد صباحك صباحك يسعد صباحك أهل وسهلا فيك معنا